اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأمر عند شبيبت القبائل وبيترو أتلتكو المتصدرين المجموعة الثانية سندونز بقى عنده ست نقط لأنه كسب المباراتين كسب القطن وكسب الهلال فأصبح عنده ست نقط الهلال كسب مبارات الأهلي أصبح عنده ثلاث نقط من مباراتين بينما الأهلي لعب مباراة واحدة خسرها في السودان والقطن لعب مباراتين وعنده صفر من النقاط الجولة الثالثة القطن الكاميروني حيستضيف الهلال والأهلي حيستضيف سندونز القطن هيلعب الجمعة والأهلي هيلعب السبت الأهلي لسه له مباراة مؤجلة مع القطن في القاهرة المجموعة الثالثة سيمبا التنزاني خسر في ملعبه من الرجاء الرجاء صاحب أفضل النتائج حتى الآن كسب سيمبا التنزاني في تنزانيا 3-0 وكان كسب فيبرز الأغندي في الجولة الأولى 5 فأصبح الرجاء عنده 6 نقط وحوريا كوناكري عنده 4 وفايبرز عنده نقطة سيمبا فايبر 0 وسيمبا 0 الرجاء هيلعب مع حوريا في الدار البيضة وفايبرز الأغندي هيستقبل سيمبا التنزاني المجموعة الرابعة اللي فيها الزمالك شباب بالوزداد خسر في ملعبه من الترجي 1-0 الترجي عنده 6 نقط بالوزداد عنده 3 من الفوز على الزمالك الزمالك عنده نقطة من التعادل مع المريخ في ليبيا وللمريخ نقطة واحدة أيضا الجولة الثالثة الزمالك مسافر يوم السبت هيلعب مع الترجي في تونس والمرريخ هيستقبل في ليبيا شباب بالوزداد الجزائري ده الموقف في المجموعات الأربع لدوري الأبطال بعد المباراة يمكن الناس اختلفت في تقييم ما حدث للأهلي وما حدث من الأهلي سواء الأداء أو المستوى في الملعب أو الظروف المعاكسة جداً اللي الفريط حط فيها نشوف الكابتن وليد صلاحوا وكابتن سابق للنادي الأهلي عاش مثل هذه الظروف إزاي شاف خسارة الأهلي في السودان يعني بالخسارة في كرة القدم واردة جداً خصوصاً في الأجواء اللي النادي الأهلي ما بيحبش لعب فيها فباين طبعاً الإجهاد واضح أن النادي الأهلي لعب أربع مباريات في 11 يوم باين جداً على اللعيبة فيه سوق توفيق ما فيهاش مشكلة فيه سوق توفيق من الشناو في الهدف أرض لك لكن صد ضرب الجزاء فبالتالي النهاردة الفرقة كلها تفسيرك إيه للهدف اللي دخل في الشناو؟ هل الشمس إيه اللي حجبت الرؤية بالشكل ده ولو حتى ولو هي حجبت الرؤية؟ كان من المفترض يكون عنده تعامل تاني غير كده يا كابتن وليد؟ المليون في المية بس ده بيحصل ده وارد في الكرة جماعة هو الناس دي برضو تاني مشألات خد بالك أنت النهاردة في مباراة ليفربون مثلاً بص حرس المرمى طلع قدر الكرة غلط طرد بسك الآخر ده بيحصل ده وارد جداً في الكرة ويا سيدي اعتبر إن الكرة دي هو صبها وضربة الجزاء دخلت يعني المسألة مش عايزين أنا باتفق معك مليون في المية إن ما ينفعش التقييم يبقى بالقطعة بالمنظر ده صحيح مباراة الفرقة كلها تمشي ومباراة الفرقة كلها أحسن لعيبة في أفريقيا اه وده اللي باتكلم فيه يعني ساعات بس الناس من الهديمة بتبقى مؤلمة لإن كنتم مش عايزها في التوقيت ده أو كنت خايف منها يعني إحنا وإحنا راجعين من هناك كنا بنقول إيه ربنا يسطر على المباراة دي إحنا جايين من صفر على صفر وجايين من إرهاق وجايين وحنلعب الظهر يعني ظروف كلها كانت صعبة فكمان المناخ اللي تلعبت فيه المباراة لكن أنا عايز بس نرجع لطبيعتنا أستاذ برم لثقافتنا إحنا مش عايزين نبتدي نقلة من كل حاجة نقلة ونزعى من كل حاجة بس ثقاتنا في قدرة الأهلي اللي كان بتخليك متأخر بعشر نقطة وحداشر نقطة واثناشر وطول الدور للأهلي الدور للأهلي مش عايز الثقافة دي تروح حتى لو صادف موسمين الأهلي يتعرض لمثل هذه الأمور في حياته كتير لكن ثقاتنا في الأهلي وفي قدرة الأهلي وإنك أنت برضو ما بتسيبش الأمور عشوائية الناس شغالة بعمالة بتحاول تتلافى الأسباب فيما هو قادم من الأيام عايزين يعني معلش أنا عارف إن الجمهور بنطلب منه حاجات باستمرار لأنه ما عندناش غيره خليكم برضو على ثقاتكم في فريقكم مهما حدث في الآخر الأهلي حيوقفوا حيكملوا حيكسب بإذن الله وحيشرفكم زي ما هم شرفنا في كل مكان طيب ده رأيك كابتن وليد صلاح الدين وتأكيده على إنه إذا كنتوا زعلانين من الشناوي في خطأ هو خطأ فعلا منه لكنه ما هو في النهاية صد ضربة جزاء يعني الرجل مؤكد إنه كان فيه سبب ما خلاه يغلط الكرة اللي دخلت هدف شفت سمعت الكابتن أحمد ناجي وسمعت الكابتن طارق سلمان مدرب حراس المرمى قال إن الشناوي تعرض للكرة عكسية جاية في اتجاه الشمس فمعرفش يشوفها صح ده كلام طارق سلمان فمشوفها متأخر طبعا قال لما تواصلت مع الشناوي عرفت إنه الشمس أسرت على رؤيته للكرة وهي جاية في الاتجاه بتاعه لكن نشوف هل هذه العزيمة بهذا الشكل تهز الأهلي تأثر على مسيرته نشوف رأي محمد شبان الأهلي لا يهتز يعني يعني الجبال الجبال تأتي للعواص وتسقط الأمطار والكوارث الطبعية والبركين والزلازل وكل شيء ويبقى الجبل شامخا الأهلي زي الجبل الأهلي يصنع تاريخه بالألقاب والبطولات والعظمة اللي موجودة على مستوى العالم كله يعني بتلاقي الأهلي بينافس من أكتر نادي كسب متوطة في العالم تأتي الأهلي منافس من أكتر نادي الشارك في كاس العالم للأنديه أعلى أعلى لفل بقى في كرة القدم للأنديه يعني تأتي الأهلي منافس طب من أكتر نادي كسب ميديليات في كاس العالم للأنديه هتلاقي الاهلي منافس طب مين اكتر نادي يكسب الدور في بلده هتلاقي الاهلي منافس طب مين اكتر نادي يكسب الكاسب في بلده هتلاقي النادي منافس طب مين اكتر نادي يكسب لقب دور الابطال في قرى بتاعته هتلاقي الاهلي بقوة فعظمته وتاريخه الرهيب ده وشعبيته الضخمة دي صنعها بالبطولات هناك آخرون يصنعون التاريخ لمجرد الفوز على الأهل يعني تاريخهم بيصنع فقط بالفوز على الأهل وأنا محبش للهلال كده أنا يعني مجموعة من التساؤلات عايز يذكر جمهور الأهل أسباب ما تفقدوش سيقاتكم بالأهل لكل الأسئلة اللي إجابتها الأهل 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 ولكن اللي أنا عايزة توقف عنده أستاذ إبراهيم الجملة الأخرينية بقى الجملة الأخرينية قال كلمة مهمة جدا هناك من يصنع تاريخه لمجرد الفوز على الأهل وأنا محبش للهلال كده المفروض الأندية الكبيرة ما تعملش كده لما تكسب تبقى مصدقة نفسها مش تروح يعني وكأن الأمر جاء ولن يتكرر بإذن الله يعني المسألة الجملة دي بليغة جدا وإذا كان لك تعليق عليها أسمعه الحقيقة جملة فعلا عبقرية الأهل يصنع تاريخه بالفوز بالبطولات وآخرون يصنعون تاريخهم بالفوز على الأهل الفوز على الأهل الوحد وبطولة كمان والجزء اللي هم أقوله برضو بنفس المعنى يقولك عايزين نجيب كاس ونديه للناس اللي بتتعدل أو تكسبنا إذا كان ده غاية المراد يعني ده أخركم أنتوا تكسبوا الأهلة أو تتعدلوا معها فلتكن هي دي ضريبة أو قيمة النادي الأهلي لكن ما يذكر به أخونا محمد شبانة هو أمر مهم جدا لجمهور الأهلي هي هل مجرد الخسارة في مباراة حتى لو كان أدائك سيئ فيها حتى وإن كنت تستحق الهزيمة حتى لو كان فيه تأثير من اللعيبة لها أسباب موضوعية آه لها أسباب موضوعية بس هل كل القيمة بتاعة النادي الأهلي وبطولاته ومكانته على الأقل اللي عملها الجيل ده حتى اللي له تواجد على المستوى القر محترم واللي مضعتش منه بطولة الدورة في السنتين اللي فاتوا إلا بفعل فاعل حدش يقدر أبدا ينسينا أن البطولتين الدورة اللي ضعوا في الموسمين اللي فاتوا كان فعل تحكيمي فاعل وواضح